التقارب السعودي الحوثي على مهب الريح منذ هدنة أبريل 2022 توقفت الهجمات المتبادلة بين السعودية وميليشيا الحوثي وتبادل الطرفان من حينها الوفود والتحايا والكثير من الوعود إلا أن المشهد التقاربي بين الطرفين ظل متارجحا نتيجة هجمات الحوثيين على الملاحة والغارة الأمريكية عليهم لينتهي المشهد بتلويحهم بعودة التصعيد العسكري ضد السعودية في 7 نيليو 2024 هدد زعيم ميليشيا الحوثي بشن الهجمات على الأراضي السعودية متوعدا بقصف مطار الرياض واستهداف البنوك والموانئ في المملكة وتزامن تهديد الميليشيا مع نشر إعلامها صورا جوية لمواقع وإحداثيات ثمان مطارات وموانئ سعودية لماذا يهدد الحوثيون السعودية؟ الجواب البنك المركزي بعدا الذي اتخذ إجراءات قاسية قضت بنقل البنوك من صنعاه ولم يجد الحوثيون من طرق ليقاف خطوات البنك سوى تهديد أمن السعودية أملا في أن تقوم الأخيرة بالضغط على الحكومة للتراجع عن قراراتها البنكية زعيم الميليشيا كان واضحا في ذلك حيث اتهم المملكة بتنفيذ ما أسماها الأجندة الأمريكية عبر نقل البنوك ثم إغلاق مطار صنعاه قائلا إنه سيقابل كل شيء بمثله ولن يقف صامتا أمام خطوات النظام السعودي التي وصفها بالجنونية والرعناء والغبية اللافت أن التهديدات الحوثية أتت بعد وقت قصير من تصريح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بأن خارطة طريق السلام في اليمن جاهزة معلنا استعداد بلاده للعمل بها وهو ما يضع المملكة في موقف محرج يضعها بين خيارين إما تقديم التنازلات المجانية للحوثيين والتي لن تنتهي أو اتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيا تقول سيرتها إنها لا تفي بوعد ولا تحترم عهدا ولا تؤمن بغير القوة